رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن كيف يحضر الساحر الجني وهنتكلم عن عدة طرق الساحر باستخدمها لتحضير الجن الطريقة الأولى طريقة الأقسام الطريقة الثانية طريقة الزبح الطريقة السالسة الطريقة السفلية الطريقة الرابعة طريقة النجاسة الطريقة الخامسة طريقة التنكيس الطريقة السادسة طريقة التنجيم الطريقة السابعة طريقة الكف الطريقة السامنة طريقة الآثار الاتفاق بين الساحر والشيطان غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الأول بفعل بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الكفر الصريح خفية أو جهرة وأن يقوم الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحر لأن الاتفاق غالبا ما يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن والشياطين فيقوم هذا الزعيم بإصدار أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة قبائل الجن يعني قبيلة من قبائل الجن بأن يخدم هذا الساحر ويطيعه في تنفيذ أوامره من الأخبار بأمور حدثة أو القيام بالتفريق بين سنين أو إلغاء محبة بينهما أو عقد رجل عن زوجته يعني الرجل ما يعرفش جميع زوجته إلى آخر هذه الأمور سنة هنتناولها إن شاء الله عز وجل بالتفصيل فيقوم الساحر بتسخير هذا الجني لأعمال الشر التي يريدها فإن عصى الجني تقرب الساحر إلى زعيم القبيلة بأنواع من العزائم التي تحمل في طيطها تعظيم ويقوم هذا الزعيم والاستغاث به من دون الله تبارك وتعالى فيقوم هذا الزعيم بمعاقبة الجني وأمره بطاعة الساحر أو تسخير أو تسخير شيطانا آخر لخدمة هذا الساحر ولذلك نجد العلاقة بين الساحر والجني المسخر لخدمته علاقة كره وبغض ومن هنا نجد أن هذا الجني كثيرا ما يؤذي الساحر في أهله وأولاده أو ماله وغير ذلك بل أحيانا ما يؤذي الساحر نفسه وهو لا يدرك صداع الدائم أو الأراق الملازم عند النوم أو الفزع في الليل إلى غير ذلك من الأمور بل إن الصحر السفليين غالبا لا ينجبون أولاد لأن الجني يقتر الطفل في الرحم قبل أن يكتمل خلقته وهذا مشهور بين الصحر حتى إن بعد الصحر كي يرزق بأبناء يتوب من هذا العمل ثم بعد ذلك يرزق الله عز وجل أنه بعد عن الجن والشياطين وأذكر أنني وهذا لأحد العلماء الأفاضل وليس لي أنا وأذكر أنني كنت أعالج مريضة امرأة أصابها سحر فلما قرأت عليها القرآن نطق الجنية الموكل بالسحر على لسانها وقال أنا لا أستطيع أن أخرج منها قلت لماذا؟ قال لأنني أخشى أن يقتلني الساحر فقلت اذهب من هذا المكان إلى مكان آخر لا يعرفه الساحر قال سيرسل خلف من الجن من يحضرني فقلت له لو أسلمت وأعلنت توبتك بصدق وإخلاص يمكننا بعون الله أن نعلمك آيات من القرآن تقيق شر كفار الجن وتحميك منهم فقال الجني لا أنا لا أسلم أنا سأظل نصرانيا فقلت له لا إقراه في الدين ولكن المهم أن تخرج من هذه المرأة قال لن أخرج قلت إذن نستطيع بعون الله الآن أن نقرأ عليك القرآن حتى تحترق ثم ضربتها ضربا شديدا فبكى وقال سأخرج سأخرج فخرج والحمد لله رب العالمين والفضل لله وحده ومن المعلوم أن الساحر كلما كان أكثر كفرا وأشد خبسا كانت الجن لأوامرها أطوع وأسرع والتنفيذ بالعكس تماما يعني كلما يكون الساحر في الخبس كفر بالله عز وجل أشد الشيطان يسمع كلامه أكثر كيف يحضر الساحر جنيا هناك طرق كثيرة ومتنوعة وكلها تحتوي على شرك أو كفر صريح وسأذكر منها إن شاء الله تعالى سمانية طرق مشيرا إلى نوع الشرك أو الكفر في كل طريقة كل ذلك بشيء من الإختصار وإنما سأذكر ذلك لأن بعض المسلمين لا يستطيعون أن يفرق بين العلاج القرآني والعلاج بالسحر فالأول إيماني والثاني شيطاني ويزيد الأمر غمودا عند دهماء الناس أن بعض السحر عندما يقول عزيمته الكفرية يسر بها ويعلن فيما بينه بآيات قرآنية يسمعها المريض فيظن أن علاجه بالقرآن وليس وليس الأمر كذلك فيسلم لكل أمر يأمره به السحر فالغرض من بيان هذه الطرق تحزير إخوان المسلمين من طرق الشر والضلال والتستبين سبيل المجرمين الطريقة الأولى طريقة الأقسام يدخل السحر في غرفة مظلمة ثم يوقد نار ويضع على النار نوعا من البخور حسب الموضوع المطلوب إذ كان يريد التفريق أو إلقاء العداوة والبغضاء وما شكل ذلك يضع على النار بخورا زو رائحة كريهة وإذا كان يريد إلقاء محبة أو فك رباط عقد الرجل عن زوجته أو حل سحر يضع بخور زو رائحة طيبة ثم يبدأ السحر في تلاوة عزمته الشركية وهي طلاصيم معينة تحتوي على أقسام على الجن بسيدهم وسؤالهم بعظيمهم كما تتضمن أنواعا من الشرك الآخر كتعظيم كبراء الجن والاستغاسة بهم وغير ذلك وبعدما ينتهي من تلاوة العزم الكفرية يظهر أمامه الشبع على هيئة كلب أو سعبان أو أي هيئة أخرى فيأمر الساحر بما يريد وأحيانا لا يظهر له شيئا وإنما يسمع صوتا وأحيانا لا يسمع شيئا وإنما يعقد على أثار من أثار الشخص المطلوب سحره مثل شعره أو قطع من ثوبه فيها رائحة من عرقه إلى آخره ثم يأمر الجني بما يريد التعليق على هذه الطريقة من دراسة هذه الطريقة يتبين الآتي الجن تفضل الغرفة المظلمة الجن تتغز على رائحة البخور التي لم يذكر اسم الله عليها ثلاثة من الشرك الظاهر والصريح في هذه الطريقة الإقسام بالجن والاستغاسة بهم أربعة الجن تفضل النجاسة والشياطين تتقرب من الأنجاس الطريقة الثانية طريقة الزبح يحضر الساحر طائرا أو حيوان أو دجاجة أو حمامة أو غيرها بأوصاف معينة حسب طلب الجني وغالبا ما تكون سوداء لأن الجن يفضلون اللون الأسود ثم يزبحها ولا يذكر اسم الله عليها وأحيانا يلطخ المريض بدمه وأحيانا لا يفعل هذا ثم يرميها في بعض الخربات أو الأبار أو الأماكن المهجورة التي هي غالبا مساكن الجن ولا يذكر اسم الله عليها عند الرمي ثم يعود إلى بيته فيقول عزيمته شركية ثم يأمر الجني بما يريد التعليق على هذه الطريقة يتخلص الشرك في الطريقة في أمرين أولا زبح وهو محرم باتفاق العلماء دي زبح لغير الله يبقى اللي يزبح لغير الله يبقى كده خرج عن الإسلام تاني حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن أي شيء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ما يزبح للجن أي حاجة تزبح للجن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا لا نأكلها وفي صحيح الإمامة مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من زبح لغير الله وانتوا عارفين الملعون بيبقى إيه بيبقى ربنا طرده من رحمته زي إبليس كده والهاذ بالله سنيهما العزيمة الشركية وهي تلك الألفاظ والطلصين أثناء تحضير الجن وهي تتضمن شريكا صريحا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غيره من مواضع من كتابه الطريقة الثالثة الطريقة السفلة وهذه الطريقة مشهورة بين الصحر بالطريقة السفلة وصاحبها تكون له مجموعة كبيرة من الشياطين تخدمه وتنفذ أمره لا إنه أعظم أصحر كفرا وأشدهم إلحادا عليه لعنة الله وان شاء الله عز وجل الموضوع هذا كبير هنكمله في حلقة تانية وما تنسوش بقى بلايك وشيروا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته